كثرة الجدل خلال الساعات الماضية بشأن ما حل بملفات الجنسية للسوريين في تركيا الأنباء تضاربت بين من قال إنما يجري يدخل في إطار حسن حالة الملفات العالقة منذ أكثر من عام وتحليلات أخرى أشرت إلى إعادة تقييم هذه الملفات ونقلها إلى جهة حكومية أخرى تزامن ذلك مع تداول أخبار تفيد بفرض ضوابط جديدة على الإقامة السياحية في تركيا تحرك جديد بملفات الجنسية التركية التي تمنح للسوريين بشكل استثنائي بعد تعليق العمل بها لأشهر طويلة التساؤلات القائمة حول تحرك مراحل الجنسية لاقت كثيرا من التكهنات إذ اعتبر رئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في الصنبول الصحفي جلال ديمير أن هذا الإجراء يأتي بعد نقل الملف من رئاسة الهجرة التركية إلى دائرة النفوس بوزارة الداخلية موضحا أنه تم تحديث سيسم الجنسية ونقله تقنيا لدائرة النفوس التي أصبحت هي الجهة المتابعة من دون تفردها بقرار القبول أو الرفض وأكد ديمير بأنه أجريت تعديلات للمعايير الخاصة بمنح الجنسية التركية وهذا ما أشارت إليه مصادر أخرى بأن أصحاب إقامات العمل أو الشهادات الجامعية سيكونون أولوية في القوائم الحالية والمقبلة يتضح التغير بحسب المعلومات المتداولة بين الحقوقيين بدمج مرحلة الدراسة الأمنية لخطوة واحدة بعد أن كانت إثنتين كما وحذفت كلمة استثنائية من رسالة التتبع التي يحصل عليها الأفراد بعد ترشيحهم للجنسية وتسلم جميع أوراقهم التحرك بالجنسية التركية تزامن مع إجراءات تخص منح الإقامات السياحية للأجانب في تركيا إذ تناقل سوريون بأنه تم وضع شروط جديدة لمنح الإقامة السياحية بدأت في بعض دوائر الإجراء يمنقشت هذا الملف معي جلال ديمير رئيس بيت الأعلاميين العرب في اسطنبول مرحبا بك سيد جلال يعني بداية ما هي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التركية فيما يتعلق بملف تجنيس السوريين في تركيا بالجنسية الاستثنائية أهلا وسهلا تحياتي لكم ولمشاهدين طبعا استاذ يعني ملف الجنسية هي كان أو ملفات الجنسية يعني هي كان عائق كبير أمام الحكومة التركية أمام دائرة النفوس لأنه منذ فترة طويلة قد كان وقف العمل على الملفات الجنسية فهذه ازداد عدم الملفات وصار عدد الملفات كسر فالوزير الجديد هو كان يريد أو الوزير الداخلية الجديد يريد أن ينهي عن هذه الموضوع أو يعني على الأقل يتم العمل على هذه الملفات إما الأشخاص الذي يجب عليه أن يأخذ الجنسية يأخذ والذي يجب عليه أن يأخذ يرفض بشكل كامل لأنه في نفس الوقت هناك كان قناعة حاصلة وصلة خصوصا إلى السيد يشار نائم رئيس الهجرة هكذا نقوله وكان نائب الوالي بمدينة إسطنبول أن الملفات الجنسية هي عائق كبير خصوصا للزملاء للأشخاص الذين لديهم ملفات الجنسية حول المستقبل هناك آلاف من الأشخاص منذ سنوات طويلة ملفاتهم الجنسية واقفة ولا يستطيع أن يتحرك لا اقتساديا لا يستطيع أن يخطط حول مستقبله فهذه الرؤية هذه الفكرة في الداخلية أدت إلى التحرك والعمل على ملفات الجنسية إزالة كلمة استثنائية التي تدرس الآن في الملفات لماذا؟ يعني هناك تساؤلات كبيرة من قبل السوريين المرشحين للجنسية الاستثنائية بإزالة هذه الكلمة ما هي المعلومات التي لديك سيد جلال؟ الجنسية الاستثنائية كما يظن بعض الزملاء أو البعض أنه تم إزالتها فلا ما تم إزالتها ولكن لأنها قانونيا الجنسية الاستثنائية موجودة فلا يمكن للنفوس أو للداخلية إلا بموافقة من الوزيرة وموافقة من مجلس الشعب أن يزيل هذه البنت في القانون لذلك لا نستطيع أن نقول أنه تم إزالة الجنسية الاستثنائية ولكن يمكننا أن نقول الجنسية الاستثنائية قانونيا لديها بعض الشروط لديها وضع خاص هي كما تعرف من الاسم سيد جلال هنا اسمح لي الإزالة هي لإزالة كلمة استثنائية من الجنسية وليس إزالة الجنسية التركية من تتبع الملف على استثنائية ولكن أنت ذكرت نقطة جدا هامة هو حديث السوريين موجودين في تركيا قلت بأن الجنسية الاستثنائية يحصل عليها من يستوفي الشروط ومنذ سنوات إلى الآن لا أحد يعلم ما هي الشروط التي يرشح من خلالها الشخص للحصول على الجنسية الاستثنائية لو سمحتني بتعداد هذه الشروط بشكل واضح وصريح طبعا هي هذه النقطة التي تم إزالتها الجنسية الاستثنائية تمنح للأشخاص الذين لديهم بسمة في مجال العلم في مجال الفن في مجال الثقافة في مجال الحياة كلها يعني الأشخاص الذين لديهم بسمة لديهم وضع خاص بخصوص مهنته بخصوص وضعه يعني على سبيل المثال نتحدث عن طبيب لديه إيجاد في علم الطب نتحدث عن فنان متخصص يعني معروف دوليا هذه تعتبر الوضع الاستثنائي أصلا قانونيا تعطى الجنسية الاستثنائية لهذه الفئة يعني للأشخاص الذين يسكنون يوقيمون في تركيا أو في غير تركيا ولكن لديهم وضع خاص استثنائي فتمنح الجنسية لهؤلاء الأشخاص ولكن الإجراءات السابقة كانت يعني وفق الرؤية للوزارة أنه تم إعطاء الجنسية الاستثنائية في غير مكانها في غير محلها أعطي الجنسية الاستثنائية للأشخاص ما كانوا يعتبر استثنائية أصلا وهذا معروف ونحن نعرف حوالينا الكثير من الزملاء الذين لا نعتبرهم استثناء من هذا الناحية قانونيا من ناحية القانونية طبعا ولكن أخذوا الجنسية التركية فالشيء الجديد هو أن تطبق فعلا الأشخاص الذين الذين استثنائية فلذلك إزالة كلمة الاستثنائية هو كان لأمرين أو لأمور أعديدة واحد منها لأنها بعض الملفات الموجودة كانت غير جنسية استثنائية يعني فيه جنسية قانونية فيه جنسية الاستثمار فيه جنسية ولكن كان العبارة التي كانت أمرها كانت تكون جنسية استثنائية والأمر الثاني أيضا كما هو معروف يعني أظن أنه إن صح التعبير المعارضة تستخدم هذه القضية رغم أنه شيء قانوني دولي وفق كل الدول في العالم تعطى الجنسية للأشخاص ولكن المعارضة بدأ تستخدمها أو تستغل هذه القضية فممكن أنه نستطيع أن نقول بناء على الوضع الاجتماعي وبناء على فعلا يعني محتوى الملفات تم إزالة كلمة الاستثنائية في الملفات الجنسية سيد جلال يعني الآن من تدرس ملفاته من السوريين المرشحين للحصول على الجنسية التركية هم سيحصلون على الجنسية بناء على ما ذكرت يعني يكون طبيب يكون حاصل على شهادة وما إلى ذلك هذا ما فهمته من كلامك الآن لا ليس هذا يعني أن يكون طبيب لا يكون استثنائي أن يكون طبيب لديه إيجاد في علم الطب لديه شيء يميزه من الأطباء الأخرى أن يكون معلم يكون لديه شيء يميزه من باقي المعلمين أن يكون محامي هذه المحامي أن يكون شيء يميزه من باقي المحامي وإلا كل المجتمع كلها إما طبيب إما دكتور إما محامي إما شرطي إما تاجر يعني ما في غير ذلك يعني فلاحيين هل يعني أنا فقط سيد جلال يعني أحاول أن أسأل عن تفاصيل التفاصيل لأن هناك يعني على وسائل تواصل الاجتماعي وعبر وسائل العلم أصبح هذا يعني حديث الأشخاص الذين رشحوا للجنسية التركية فأرجوك أن تتحمل جميع الأسئلة ولو كانت بأدق التفاصيل لهذا الأمر لكي نخرج بفائدة للمشاهد ينضم إلينا أيضا عبر الزوم بسام الفوال محامي ومستشار قانوني من إسطنبول سيد بسام يعني استمعت لما قاله السيد جلال ولكن يعني أنتم على احتكاك مع الموظفين في دوائر النفوس وأيضا دوائر الهجرة وبالتأكيد تم الحديث عن هذا الأمر بالنسبة للتعديلات التي طرأت على الجنسية الاستثنائية ماذا سنتجتم خلال هذه الأيام هناك يمكن أن نبدأ بالنفوس باجتماع مع أحد الموظفين الموجودين من خلال تقديم الملفات هناك تعليمات صارمة بتطويق القانون بتطويق التعليمات الدارية وحداثية أي شخص ما يخص يقدم عنده نقص أوراق ما فيه تقديم جديد إلى الآن التقديمات القديمة هي تحديث المراحل التي صارها نتيجة رغبة الحكومة التركية بتسريع الملفات العالفة فأي شخص في كتير ناس كانت مرحلة خامسة أو ساتسة حاليا كلها ترجع لمرحلة الرابعة لتحديث ملفاتهم والتأكل مصحة البيانات تبعاتهم بتسريع الملف بشكل كتير كبير يفترض خلال شهرين أو ثلاثة جميع الأشخاص المستوفيش كأكافة الشروط والأوراق وما عندهم نقص أي أوراق وما عندهم أي مشاكل أمنية أنه يحدثوا جنسية تركية نعم هناك بدأت الشائعات بين من رشحت أسمائهم إلى الجنسية التركية تقول بأن هذه الخطوة ربما سيتم من خلالها يعني رفض جميع الأسماء خلال دراسة ملفاتهم ما تعليقك على هذا الأمر أو ما هي المعلومات لديك الآن من صراحة ما حيتم رفض جميع الأسماء ولكن اللي حيصير هو حيتم دراسة الملفات بشكل جديد في كتير منها قدمت وثائق مزورة فهم صارت بيتحفظ من هذه الوثاة القرية صحيحة أولا في كتير أشخاص خلال الفترة الماضية مثلا في الأشخاص صارتين وثلاثة عرقان الآن من مرحلة الرابعة فهذول حيشوفت شو سبب إنه موجودين برحلة الرابعة هل صارت عليهم مشاكل أمنية طبعا تركية أو لا حيثم جراسة كل الملفات والأشخاص ما عليهم أي مشاكل قامية يستكملوا كافة أوراقهم ما عليهم مشاكل تزوير أوراق وهذول حي يمشون إن شاء الله نعم تفضل بالبقاء معي سيد بسام الفوال وجلال ديمير لنتعرف في هذه المادة التي تفصل عن عداد اللاجئين السوريين أو السوريين في تركيا الذين حصلوا على الجنسية التركية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أعود إليك سيد جلال يعني تعرفت بهذه المادة عن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية الاستثنائية بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة في تركيا ولكن يعني السيد بسام قال بأنه خلال هذه الفترة سيعاد تقييم الملفات من يوجد في ملفه شيء ناقص أو معلومات غير مؤكدة أو معلومات غير أو أوراق غير مصدقة سيعاد تقييم هذا الأمر سيد جلال يعني خلال منشوراتك على صفحتك على الفيسبوك وأيضا بمقابلة أجريتها على أحدى على موقع تلفزيون سوريا في الأمس قلت بأن دراسة الملفات سوف تبدأ وأشرت الآن خلال أشهر سيتم حسم هذه الملفات هناك من سيقبل ملفه وهناك من سيرفض ملفه بحسب الطلاعك من الذين ستقبل ملفات تجنيسهم بداية أود أن ألوه أنا لا يمكنني أنا لست موظف بدائرة النفوس ولا في الداخلية حتى أستطيع أن أقول الإجاءات بشكل كامل أو نقاط نهائيا ولكن أنا تحدثت بصراحة عن رؤية رؤية داخلية الرؤية التي أنا لاحظتها رأيتها في اجتماعات في اللقاءات التي شاركتها يعني نقلت رؤية الداخلية رؤية دائرة النفوس أو رؤية الداخلية في هذا المنشور بخصوص مثل ما قال الزميل قبل قليل ولكن من السنوات الماضية من الملفات الماضية يعني أنا ما يقارب آلاف الناس كنت موجود في لجنة تقييم وقدمنا حينما كنت أعمل في الهجرة يعني بناء على هذا الخبرة الماضية والمعلومات الماضية أكيد يعني وطبعا وحساسية الوزير الجديد الوزير الجديد علي اللقاء هو شخصية قانونية محط ويهتم بالقانون أنا عملت ضمن فريقه أربع سنوات في مدينة غازي عنتاب أعرفه بشكل أعرف تفكيره اتجاه القضايا وحله اتجاه القضايا بشكل جيد يعني وفق هذه المعلومات نستطيع أن نقول أن الأشخاص الذين سيكون خصوصا يعني متخصصين الأطباء أو المحاميين أو لديهم يعني متخصص في مجالب ما هؤلاء يمكن أنها سيكون الأمور يسهل الأمور لهم وطبعا سابقا ما كان يطلب الهجرة أو آسف النفوس ما كان يطلب من أشخاص الشهادات يعني قدم الشخص قدم الملف لدائرة النفوس تم المقابلة ويذهب ولكن دائرة النفوس أو رئاسة النفوس أو المديري العام للنفوس لا نقول رئاسة النفوس المديري العام لدائرة النفوس كانت لا تطلب الشهادة مثلا أحد الزملاء كتب على أنه طبيب مديرية النفوس ما كان تطلب من الشخص أن يبرز شهادته حاليا يعني تطلب بعض الأوراق بعض الوسائق الذي وفق المعلومات الذي مسجل بالملفات الجنسية يطلب الموظف ويطلب من الأشخاص المراجعة لدائرة النفوس حتى يأخذ المعلومات أو الأوراق المطلوبة لأجل إكمال الملف هل نستطيع أن نقول أن نحدد أنه الفئة الفلانية سوف يستمر والباقي سوف يطرد هذا لا يمكن لأن كل ملف يتم الدراسة عليها واحدا بواحدا لا يمكن أن تقيس ملفين بين بعضهم لذلك ملف الجنسية هكذا تمشي يعني لا يوجد فئات أن نقول أن هذه الفئة سوف يكون هكذا أو هذه الفئة سوف تزال هذه الفئة سوف يدرس الجنسية الاستثنائية بطبيعتها القانوني هي تدرس شخصا بشخص فهذه التقييم سوف يكون وفق معلومات الأشخاص وليس الفئة سيد جلال بناء على ما تحدث يعني 25 نيسان بدأت ملفات الجنسية تتحرك على النحو الذي تحدثنا عنه وبناء على كلامك هل يمكن أن نستنتج بأن ملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين كما كانت في السابق قد أغلقت أم هناك استثنائت بناء على ما تحدثت عنه يعني لا نستطيع أن نقول أغلقت ولا يمكن مستماع قلت في البداية أنه أغلقت ولكن نستطيع أن نقول أنه أوقف الداخلية الآن الملفات القبول الجنسية حتى ينهي ويكمل الملفات الموجودة الحالي ويتم دراسة الموضوع من جديد يعني قانونيا كتوضيح رسمي من دائرة النفوس أو كتوضيح رسمي من الداخلية لا يوجد أي شيء بهذا الخصوص ومستماع ذكرته في البداية أن هذه البند هي شيء قانوني لا يمكن للنفوس أن يلغيها يعني تحتاج الأمر إلى قرار من الوزير قرار من مجلس الشعب حتى تلغى الجنسية الإستثنائية تماما ولكن بإرادة الولاية بإرادة وزير الداخلية أن يقف عن الموضوع أن يدرس الموضوع أن يضع بعض المعايير أو يهتم ببعض المعايير أكثر مثل ما كان سابقا سيد جلال يعني بالنسبة للسوريين اليوم من حصلوا على إقامة العمل بناء على الإقامة السياحية واستوفوا شرط 1800 يوم ولم يغادروا تركيا لمدة ثلاثة أشهر وأيضا لغتهم التركية هي جيدة كانوا في السابق عندما يتقدمون للحصول على جنسية بشكل ليس استثنائي هذه الشروط يذهبون ولكن يقولون لهم ستحصلون عليها بشكل استثنائي وربما يقبلوا هذه الملفات أو لا يقبلوها اليوم هل بإمكان هؤلاء من حققوا هذه الشروط التقدم أو التقدم بملف طلب بطلب ملف الحصول على الجنسية التركية يعني هل المقصود المراجعة من جديد أم الملفات الموجودة حاليا التقديم بشكل أولي التقديم الجديد حاليا موقوف يعني حاليا يعني طبعا هو يكون بإرادة الولاد يعني بالنتيجة الدولة الجنسية الاستثنائية الحكومة هي التي تقرر ولا تكون بالمراجعة أصلا يعني لا يمكن لأحد أن يحصل على الجنسية الاستثنائية بالمراجعة أنا أقصد سيد جلال الجنسية بناء على إقامة عمل خمس سنوات في تركيا وليس الاستثنائية هذا لا تعتبر هذا قانونية هذا لا تعتبر جنسية استثنائية هكذا أشخاص يوكل محامي أو بدون توكيل محامي ولا يوجد له أي علاقة بدائرة النفوس مباشرة دائرة الهجرة مباشرة يراجع لدائرة النفوس وهناك أوراق مطلوبة يكمل هذه الأوراق ويقدمها لدائرة النفوس هذا حق قانوني حتى إذا أتى الرفض أوراق يستطيع أن يعترض عليه قانونيا لأنه هذا تعتبر حق قانوني للأشخاص هذا لا تعتبر جنسية بالبقاء معي سيد جلال لنناقش الشطر الثاني في محور اليوم تداول سوريون مما كان لديهم مواعيد تجديد إقامة سياحية خلال اليومين الماضيين صورة على شكل تعهد أو يلزم المتقدم بتوقيعه للحصول على إقامة سياحية لمدة ستة أشهر فقط ولن يتم تجديدها بعد هذه المدة إلا في حالات معينة كما هو متداول يعني أيضا ملف الإقامة السياحية في تركيا يعني أصبح حديث العرب والسوريين وأيضا الأجانب الموجودين في تركيا يعني يسأل من يقيم في تركيا لماذا تخذت الحكومة التركية هذا الإجراء علما يعني بأنه يعني أمر سيادي للحكومة التركية نستطيع يعني أو أنا آسف كشخص يتابع أمور الأجانب هناك معلومات دائما تنتشر معلومات خاطئة وهذه هي الكارثة الكبرى حتى الحصول على اللقاء مع الحصول على الجنسية هذه الأمور كلها تكون بسبب الجهل أكثر حتى للأسف معظم المحاميين الأتراك ليسوا على علم تفاصيل قانونيا بشكل كامل حول الموضوع حول القضية يعني لا أظن أنه معظم المحاميين لم يقرؤوا لم يدرسوا قانون الحماد نعم هذا تنويه جيد ولكن اسمح لي هذه الورقة التي تظهر على الشاشة الآن تثبت ما يتم تداوله من قبل العرب الموجودين في تركيا وهو بالضبط من دائرة النفوس لأشخاص ذهبوا لتجديد إقاماتهم هذا أمر أصبح شبه قرار ولكن دون إصدار قرار سوضح لذلك الإقامة السياحية مكتوب تماما على صفحة النفوس على صفحة إدارة إذن العمل على صفحة الهجرة لمن تمنح الإقامة السياحية تركيا بصراحة يعني هذه أيضا رؤية الداخلية أو وزير الداخلية علي اللقاء الجديد أنه الإقامة السياحية تعطى لغير أهلها الإقامة السياحية تعطى للسياح للذي يريد أن يزور تركيا يبقى في تركيا لمدة عدة أشهر أما الأشخاص الذين يستقروا في تركيا يجب أن لا تعطى لهم الإقامة السياحية لأنهم ليسوا سياحين لأن هؤلاء يعتبرون إقامة دائمة يجب أن يراجعوا لنوع من الإقامة أخرى وليس الإقامة السياحية يعني ليس إلغاء الإقامة السياحية ما تم إلغاؤها أبدا هناك طلب على الإقامة السياحية إذا أحد راجع عبر الصفحة إقامات أو راجع عبر رابط الهجرة بإمكانه أن يراجع على الإقامة السياحية تماما لم تلغى الإقامة السياحية ولكن مثل ما ذكرت قبل قليل الإقامة السياحية سوف تستخدم في محلها ويعني كل الإقامات أنواع الإقامات سوف تستخدم في محلها في مكانها وسوف تشمل الإقامة الإنسانية أكثر سابقا كان الإقامة السياحية كانت شائعة وجميع الناس كان يحمل الإقامة السياحية نوعا ما فهذه لحظة بأن هذا أمر خاطئ يجب أن يتم تطبيق القانون والشخص الذي هو فعلا سياح يجب أن يحصل على الإقامة السياحية أما الأشخاص الذين استقروا في تركيا يجب أن لديهم إقامة دائمة أو إقامة إنسانية أو إقامة عائلية نعم سيد جلال هناك من السوريين من يقيم في تركيا منذ عشر سنوات إلى الآن وبمبدأ أو بحسب الذي يكون الوضع القانوني الإقامة السياحية هو وزوجته وأطفاله والكثير يعني البعض أو البعض من الشركات يعني لا تستخرج إقامة عمل بناء على شروط خمس أتراك مقابل شخص واحد حاصل على إقامة العمل والعديد منهم يعمل دون الحصول على إقامة عمل ولكن يعني اليوم في حال لم يستطيع السوري المقيم في تركيا منذ سنوات بناء على الإقامة السياحية استصدار إقامة عمل ولا يوجد يعني دولة أو بلد له ليعود إليه يعني سواء كان في مناطق سيطرة النظام أو في الشمال السوري ماذا يفعل الآن يعني أنا برأيي هو تماما أنا أدافع عن الرؤية عن الفكرة التي نعم هناك معاناة هناك مشاكل هذا أمر آخر أنا أضعها في جانب في طرف ولكن أنا على فكرة على رؤية أنه عدم الجهة بالقانون وعدم كيفية المراجعة يعني إذا الشخص حتى أذنات العمل يعني إذا الشخص راجع لإذن العمل لا يمكن أن ترفض لأن التركية هي نفسها هي التي تريد تطلب تجبر الأشخاص أن يأخذ ويحصل على إذن العمل فكيف سوف ترفض إذنات العمل ولكن هناك أخطاء أصوليا فالناس ليس مدرك ليس مدرك على هذه الأخطاء على سبيل المثال أنا قلتها سابقا العديد من المرات هناك ألف شخص يراجع على مهنة الحلاق ولكن مهنة الصراف شخص واحد فالتركية لا تدفع لا تعطى لألف ألف وخمسمائة إذن العمل لمهنة الحلاق لماذا؟ لأنه سوف يكون تأثير على المواطن التركي فتوزع المهن على وفق إعطاء الأذنات العمل ولكن هذا الأجانب ليس مدرك على هذه النقطة الكل يراجع على إصطار وتصطير طيب يعني إذا هناك خمسة آلاف مراجعة على مهنة إصطار وتصطير ولكن مهنة المهن المهن ليست يوجد فيها يد عاملة كثيرا في تركيا ولكن اليوم يعني ما الذي سيفعله هذا السوري الموجود في تركيا منذ عشرة سنوات يحصل إذا أترف يعني يجب أن يحصل على إذن العمل هو بصراحة يجب علينا يجب على الزملاء السوريين الأجانب الذي مقيم في تركيا أن يضبط أموره قانونيا يعني إذا يعمل يكون لديه إذن العمل إذا يقيم يكون يحصل على الإقامة إذا عنده محل هذه المحل يجب أن يكون مرخص يعني بدأ ممكن نستطيع من هذا الناحية فترة جديدة وزير الداخلية الجديد هو دائما شخصية يدافع عن القانون حتى نحن الأتراك أيضا هناك أشياء قوانين أوامر جدد كثير سيد جلال الجميع معظم أو جميع السوريين الموجودين في تركيا هم مع تنظيم أمور قانونيا ولكن هناك بعض الإشكاليات يعني من يعمل في شركات صاحب المعمل أو الشركة لا يستخرج له إقامة عمل ما الذي سيفعله وهناك الكثير من الحالات لنكون بشكل ما تحدثت عنه هو شكل جيد وهو نظريا هو أمر نتمنى أن يتم تطبيقه لكن على أرض الواقع التطبيق ليس كذلك لا تتفق معي وأنت على علم أستاذ جلال بالكثير من الحالات التي تصل إليك والذي يتم الحديث عنها أنا جلست مع مدير العام لزنات العمل تحدثت معه هذا الموضوع شخصيا يعني أنا كجلال دمر إشكج جنال مدير نحن نسميه جلست معه وسألت له نفس الأسئلة التي سألتني الآن وجوابه كان تماما مثل ما قلت قبل قليل نحن دائما نرغب بأن نعطي أزنات العمل ولكن دائما يأتي إما الأوراق ناقص إما المهنة ناقص إما يكون الطلب في غير مكانها إما يكون هو صاحب العمل يراجع كموظف هو يكون هو اسمه صاحب العمل ولكن يراجع كعامل قانونيا يعني أنت إذا أنت صاحب الشركة ما تستطيع أن تراجع كعامل أو كمركز فهنا فهناك يعني الأخطاء في أثناء المراجعة هناك أمور تقنيا هذا ما قاله لي الأمور التقنية الرفض يأتي على هذا نعم ربما يتحمل مقدم الطلب أو من يستلم الطلب بهذه الإقامات هذا ما قاله لي إشكو جوجانا المدر ولكن هل هناك شيء آخر أنا لا أعرف لست مدركة هل هناك زملاء من يعاني من عدم الحصول على إذن العمل نعم أنا أعرف الكثير من الزملاء فعلا يراجعون لإذن العمل ولا يصطر إذن الله أنا أقول لهم نفس الشيء أقول لهم من الذي راجع بأي شكل راجع شكرا لك على هذه المعلومات وأنا صاح الأسف أستاذ جمال وقت الفقرة انتهى شكرا لك على هذه المعلومات جلال ديمير رئيس بيتر العالمين العرب كنت معي من اسطنبول وأيضا الشكر لي يوم شكرا لك